اشتركوا في القناة الحاسبة تعطيك الجواب ثانيا اعوض هذه القيم واضرب في المرافق فاجد الجواب هذه طريقة الحاسبة تعطيك الجواب تعوض هذه الاعداد وتضرب في المرافق تجد الجواب عندما تصل الى هنا يمكنك اخراج الايعم المشترك ستجد نقص اربعة زائد اثنان اي تخرج الايعم المشترك وتجد جواب يمكن هندسيا بسهولة لماذا؟ لان زاد سي نقص زاد ا هو زاد ا سي نستعمل علاقة شال ا سي هو ا ا فتحة زاد ا فتحة سي ا ا فتحة تسوي ناقص اربعة اي ناقص اربعة و ا فتحة سي تسوي اثنان اي اي اثنان اي بالنسبة ال ا بي نفس الشيء هو ا ا فتحتين زاد ا فتحتين بي ا ا فتحتين يسوي اثنان اي اثنان و ا فتحتين بي واحد اثنان ثلاثة اربعة تسوي اربعة نجد نفس النتجة دوما بقراءة بيانية نجد نفس النتجة اكتب على الشكل الجبري طلب طويلة العدد المركب وعمدة له هذا العدد طلب طويلته وعمدته وعمدته له لانه له عدة عمد له الاف العمد زاد 2 بي كام العمدة هي القيص الرئيسي المحصور بين 0 و 2 بي بالنسبة للطويلة بالنسبة للطويلة هي طويلة هذا طويلة البصد على طويلة المقام تسوي اصي على اي على ابي وتسوي اصي على ابي وتسوي الواحد لأن طويلة هذا هي طويلة الإي طويلة الإي تسيوحد أو بقراءة بيانية من الشكل هذين المثلثين المتقايسين وآبي يقايس آسي فيكون الوحد بالنسبة للأرقيمون طلب قايس الزاوية الموجهة من الشكل واضح أن الزاوية الموجهة تساوي بي على إثنين هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية بما أنه الإي معروف فإن الإي طويلته إثنان طويلته بي على إثنان أرقيمونتاع بي على إثنان إذن بقراءة بيانية يمكن الاستنتاج الكثير نعتبر التحويل النقاطي الذي له العلاقة المركبة التالية هذه من الشكل زاد فتحة تساوي A Z زاد بي في الحقيقة عندما طلب طبيعة التحويل T محدد العناصره المميزة هنا يلمح إلى خلاصة الخلاصة الخلاصة هي هذه الخلاصة هي هذه التحويل الذي له A Z زاد بي إذا كان A ينتمي الار و A لا ينتمي الار ينتمي الار فيها حالتين انسحاب أو تحكي لا ينتمي الار فيها حالتين دوران ولا تشابه ما هو هدف السؤال تعيين طبيعة التحويل انطلاقا من الكتابة Z فتحة تساوي A Z زاد بي التحويل الذي يرفق بكل A Z فتحة بهذا الشكل هو من هذا الشكل من هو A ومن هو B ما هي طبيعة التحويل بما ان A لا ينتمي الى R وطويلته تسوي واحد فانه دوران الدوران يتميز بامرين بالمركز والزاوية الزاوية هي عمدة A وعمدة A المتحكمة في التحويل والنقطة الصامدة هي مركز الدوران النقطة الصامدة هي Z فتحة تساوي Z تساوي Z أوميغا نجد Z أوميغا هي نقص E مركز الدوران التحويل زاويته B على 2 ومركز A إذن بالنسبة للتحويل بالنسبة للرسم المركز الزاوية يحويل A إلى C والزاوية B على 2 هذا دوران مركز A وزاويته B على 2 ما ما هي الصورة النقطة B بالتحويل T بالتحويل T B صورتها C صورة B بالتحويل T هناك طريقتان طريقة من الرسم وطريقة بالعبارة المركبة أعوذ Z B فأجد أنها C بين أن هناك استقامية بين A وC وD وD معرف بهذه الطريقة هناك ثلاث طرق أستطيع أن أرسم D وألاحظ الأشعة الارتباط الخط للأشعة إذن صورة B D هي هكذا برهان D A وC على استقامية A والC والD الطريقة الأول هندسيا لاحقة الشعاع AC ولاحقة الشعاع AD ولاحقة الشعاع AD ونلاحظ أن أحدهما يكتب بدلالة الآخر ومعناه أنهم يحققون الارتباط الخطي في C أما الارتباط الخطي في الهندسة الديكارتية هذا ارتباط خطي عند أرغند وهناك ارتباط خطي عند ديكارت نحسب بمركبات الشعاع AC ومركبات الشعاع AD ونحقق شرط الارتباط الخطي أن هناك المستقيم AD يوازي المستقيم AC ولكن الطريقة الثانية لا توجد فيها أعداد مركبة الطريقة الثالثة بالهندسة الأرغندية أربط الأفكار السابقة ما معنى هذا يسوي هذا معنى لاحقة هذا تسوي 1.5 لاحقة هذا لاحظ كيف أنتقل من ديكارت إلى أرغند هناك طريقة لاحظ كيف تأتي هذه الطريقة هذه نعرفها نمر للواحق هذه لاحقة الشعاع نقدر نفصل فيها نقسم الطرفين على ز س نقص ز أ فماذا ألاحظ تعود عندي ز د نقص ز أ ز س نقص ز أ تسوي 1.5 تنتمي إلى آر 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 ولهذا يكفي أن نقول بما أن هذه النسبة تنتمي إلى آر فإنها على استقامية ولهذا تجدون بعض الأجيوب بهذا الشكل البرهان هو هذا طبعا الطرق الثلاثة متكافئة بأيهم أنجزتم وغنمتم والحكمة هي استعمال C قدر المستطاع وهذا لا يعني أن الاستغناء عن C مثل الطريقة الثانية جواب خاطئ هناك تلاميذ يسلمون الورق بيضاء إذا سلم التلميذ ورق بيضاء سأقول له أن الطريقة الثانية كان بإمكانك الإجابة بها الطريقة الثانية لا تستعمل العدد المركبة لكنها طريقة مسموحة ولهذا أخف الضررين إذا أردت أن تسلم الورقة فارغة فيمكن أن تجيب بهذه الطريقة هذه الطريقة معمول بها في الأولى الثانوي الأولى الثانوي إذا أعطيته ثلاث نقاط قطلوا بل برهن أنها على استقامية يحسب مركبة الشوع الأول ومركبة الشوع الثاني ويلاحظ التناسبية هذه ولا يلاحظ شرط الارتباط الخطي هذه معلومات في الأشعاء للسنة أولى يمكنك الجواب به أجب بهذه الطريقة ولا تسلم الورقة فارغة كل الطرق صحيحة طبعا نحن نفضل آخر شيء توصلنا إليه هذه الطريقة نفضلها قضية تفضيل مش قضية صحيح أو خطأ كل الإجابات صحيحة عين نسبة التحاكي الذي مركزه A ويحول C إلى D البحث عن نسبة التحاكي يحول C إلى D منذ قليل كانت عندنا لاحظ الشكل عندي مثلث صغير ومثلث كبير يحول C إلى D بصفة عامة هذا التحاكي وعندنا التشبه التحاكي تكون نقار على استقامية التحاكي هو التكبير والتصغير أوميغا أم فتحة تسوي K أوميغا أم من هما أوميغا قال مركزه A معنى تنعوث بمكان أوميغا ويحول ماذا إلى ماذا يحول C إلى D يحول C إلى D هذه وجدناها منذ قليل هذا بالطريقة الأولى هندسة ديكارتية وعلاقات شاعية نستطيع كذلك بالهندسة الأرغندية بهذا الشكل هذا الكلام معناه هذا الكلام وتساوي K العناصة المميزة للتشابه والزؤال لبعد عين العناصر المميزة للتشابه S الذي مركزه A ويحول B إلى D إذن ما هي فكرة التمرين لاحظ هنا الكوس هذا الكوس هذا سميته منق الكوس من الذي يحول B إلى C هو الدوران ومن الذي يحول C إلى D هو التحاكي ومن الذي يحول B إلى D هو التشابه إذن التشابه عنده مركز وعنده نسبة مركزه نسبته هي نفسها نسبة التحاكي وعمدته هي نفسها عمدة الدوران هي زاوية الدوران هناك طرق مختلفة للإجابة ترجمة نانسي قنقر